تواصل الدولة المصرية جهودها لتسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة ومرور المصابين والعالقين في أول أيام عيد الفطر المبارك وفي هذا الإطار تعمل السلطات المصرية في منفذ رفح بأقصى طاقة لها في أول أيام عيد الفطر المبارك حيث أعلن مصدر المصري رفيع المستوى دخول 314 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح البري وأضف مراسل أنه تم إدخال أربع شاحنات غاز إلى قطاع غزة وذلك عبر منفذ رفح حتى الآن مشيرا إلى استقبال 19 مصابا فلسطينيا وفي معبر كرم أبو سالم أفاد مراسل قاهرة الإخبارية بدخول 280 شاحنة مساعدات إلى سكان قطاع غزة